انبارحة كلنا تابعنا في جولة رسمية في ميناء الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وهو يتابع تنفيذات التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في مختلف المواني المصرية كان فيه مجموعة من الحويات المتواجدة داخل ميناء إسكندرية اللي بتضم عدد كبير جدا من السلع والبضائع خطوة مهمة حتساهم في زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق وكمان حتساعد أن يبقى فيه توازن للأسعار وتنخفض كمان إن شاء الله خلال الفترة الجاية خلينا نعرف تفاصيل وقراءة وفية عن الإفراجات الجمركية وإزاي حتى نعكس على المواطن المصري خلينا نرحب بالدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور مصطفى أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك صباح النور يا فان أهلا بحضرتك إفراج فوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني طبعا في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاي حضرتك شايف عملية أو تنفيذ عملية الإفراجات والعكاستها على المصريين في الفترة القادمة تمام في البداية طبعا التوجه الرئاسي بالإفراج الفوري عن المعظم السلع والمنتجات خاصة اللي دولة رئيس الوزراء حددها مبارح في المؤتمر الصحفي اللي هي لها أولوية قصوى لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق ليه إنعكاسه بالإجابة على انخفاض الأسعار اتحدد فيه السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف اللي احنا بنشهد فيها بسبب نسلم الأولويات الأربع حجات اه بالضبط كده لإن لما بيتم الإفراج عن هذه السلع اللي تم تحددها بالأمس دي بتسهل من عملية مستزمة الإنتاج والعملية التصناعية وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق وعودة الدورة الاقتصادية عشان نقدر بعد كده نلمس انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي والدورة التدريجية دي بتاخد تقريبا من شهرين لتلات شهور بحيث إن احنا نقدر نلمس هذه الأسعار بشكل مناسب للمواطنين إن قدروا يلبوا احتياجاتهم اليومية بشكل مناسب فطبعا توجيه رئاسي ووجود رئيس مجلس الوزراء في الميناء للإشراف على الإفراجات ده بتكون رسالة قوية جدا لإن الدولة المصرية عازمة وبكل إرادة على تصحيح المصاري الاقتصادي وده بنشوفه من كمان مش حتى من مبارح لا ده فيه إجراءات تمهدية صبقة قرار البنك المركزي ومن ناحية السياسة المالية والسياسة المقضية يعني إحنا لو شفنا كده خلال الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية كان فيه حزمة من القرارات الموجهة للحمية الاجتماعية عشان لما نقدر ناخد قرار تحرير سعر الصرف أو السعر العادل للجنيه نبقى عندنا مظلة اجتماعية تواكب هذا التغير في السرع وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية اللي هتنتج عن هذا القرار من جانب البنك المركزي بالإضافة أن الإعفاءات اللي تم حسفها من الشركات المملوكة للدولة ويبقى فيه حيادية وتنافسية مع كل القطاع الخاص ده بيسهل بشكل كبير جدا على عملية التنافسية في الأسواق وبالتالي هنشهد خلال الفترة القادمة مجموعة من الإفراجات تباعا على حسب الإولويات اللي تم تحددها من قبل الدولة الحقيقة دكتور مصطفى المشهد اللي كلنا شفناه مبارح مشهد بيبعث كده برسالة طمقانة واحنا شايفين على الهوى دلوقتي صورة سيد دكتور مصطفى مدبولي وهو في ميناس كندرية والإفراج الفوري والجمروكي صورة فيها رسالة للتجار فيها رسالة كمان للسوق مهمة جدا حابلوجة الأرقاب لتكلم على حوالي 12 مليار جنيه من أول شهر يناير حتى الآن الرقم ده بيمثل إيه برأي حضرتك وإلى أي مدى ده ممكن يعمل رسالة تثبيت حتى الأسعار دلوقتي لغاية ما زي ما سيادتك قلت الدورة تتم خلال شهرين ثلاثة ويحصل تخفيض للأسعار أو الخفاض لها أهمية هذه الرسالة إيه؟ أنا فعلا لفت نظر بارح الرقم ده اللي هو 12 مليار دولار من أول يناير حتى مارس لأن يعتبر كده الدولة في عزة أزمتها خلال شهر يناير وفبراير قدرت إن هي توفر عملة دولارية بحيث إن برضو تقدر توفر دولار للإفراجات الجمركية بحيث إن ما يحصلش يعني توقف أو فجوة كبيرة جدا في معظم السلع يعني معنى إن هي تقدر إن هي توفر أو تفرج عن سلع بقيمة 12 مليار دولار من أول يناير لغاية مارس ده معنى إن الدولة كانت شغالة برضو على موضوع الإفراجات وما تمتش كان فيه إفراجات بس بشكل محسوب جدا ودقيق عشان للحفاظ على المقدار المتاح أو الحيز المتاح من العملة الدولارية اللي كانت بتوفرها للأولويات القصو وبالتالي ده برسالة قوية جدا على إن الدولة ما كانتش شغالة بس أول ما مشروع رأس الحكمة أو اتفاقية رأس الحكمة اتوقعت أو السيولة أو التدفقات الدولارية دخلت من هذا المشروع ولكن الدولة كانت شغالة بإجراءات سابقة للعمل قدما على حل هذه المشكلة وعدم الترقم المتزايد أو يحصل فجوة كبيرة جدا ما بين الطلب اللي موجود في السوق وإنحصار العرض طيب احنا بنتكلم عن إن كل ما بيتم إفراج جمروكي كل ما نتوقع إن شاء الله إن الفترة الجاية الأمور تستقر أكتر وأكتر سواء في الأسعار أو في المواد الخام اللي حتى بتساعد إنها تبقى موجودة وتساعد على نمو حركة الإنتاج وتوفرها كمان إزاي يقدر يحصل نمو في حركة الإفراج الجمروكي من غير ما تأثر على أي حاجة تانية من غير ما تأثر على الاحتياط الدولاري من غير ما تأثر على أي حاجة تانية خلينا أقول لحضرتك إن بمجرد التدفقات الدولارية اللي دخلت من رأس الحكمة ابتدت النظرة الخاصة بشكل وثقة الاقتصاد المصري تتغير لدى المستثمرين وبعد القرار الأخير لتحرير سعر السرق ده طبعا ساهم بشكل كبير جدا يعني مؤخرا إنبارح كان فيه تعديل للنظرة المدز عدالة التصنيف الاقتماني فيه النظرة من سلبية المستقر وده طبعا بتكون رسالة مهمة جدا فيه توقيت دقيق للاقتصاد المصري طبعا لإنه هيخلي هيعطي ثقة زيادة فيه المناخ الاستثماري للاقتصاد المصري وبالتالي هيساهم فيه زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وحتى غير المباشر يعني احنا دلوقتي بنشوف السندات المصرية ابتدى يحصل عليها رواج وحتى جي بي مي مورجن بتوصي فيه الاستثمار في السندات لأجل عام كل هذه العوامل مع بعض بتساهم على مفهوم الاستدامة في التضفقات الدولارية وبالتالي هتساهم زي ما حضرتك قلت فيه نمو حركة الإفراجات يمكن كمان وجود سعر واحد للدولار حيخلي ان التحويلات من المصريين في الخارج احنا ما عندناش سعرين فده حيرجع تاني الأمور في سياقها يعني لو هناخدهم في نقاط كده هيساهم فيه زيادة تحويلات المصريين في الخارج هيساهم فيه تعزيز حجم الصادرات لانه هيبقى المنتج بتاعي أرخص ويبقى ليه منافسة أكتر في الأسواء الخارجية فالحصيلة الدولارية هتزيد وده المستهدفات اللي احنا بنتكلم عليها في إطار التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري اللي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية خلال الست سنوات الماضية نحن عاوزين عندنا مجموعة مستهدفات نوصل بيها في الصادرات الـ 145 مليار هنعمل ده ازاي إذا ما كانش يبقى فيه إفراجات جمركية وكل مستلزمات الإنتاج بتخش بإنسيابية وعدم توقف عشان تقدر المصانع تشتغل بكامل طاقتها الاستعابية لإن احنا كنا الفترة اللي فاتت كانت الأسعار بتعلى بسبب إن المصانع بتشتغل تقريباً بعشرين تلاتين في المائة وعنده جانب مهم جداً كمان في مشاهدين بارح الإفراجات الجمركية زي ما حركت ذكرت فيه مجموعة كده من الأولويات فيما يتعلق بالأدوية بالمواد الغذائية بالأعلاف النقطة الخاصة أو الجانب الخاص بمستلزمات الإنتاج لإنه في شكوة بنشوفها الفترة اللي فاتت اللي هو توقف مصانع مهمة جداً بالضبط لعدم توفر مستلزمات الإنتاج التأكيد على الجانب ده إزاي ممكن يعظم وينشط مرة أخرى القطاع التصنيعي في مصر بيطم من كمان الصانعين والموردين إنه عجلة الإنتاج حتدور تاني المصانع بيش هتوقف وتشتغل الجانب ده شايف أهميته إزاي طبعاً في غاية الأهمية ضلما إن أنا عندي كدولة سعر صرف واحد يبقى أنا وعندي إتاحة من الدولار موجود زي مصرح محافظة بنك المركزي إحنا عندنا دلوقتي إتاحة وفائد الفائد ده هيخلينا أو هيخلي الدولة المصرية إن هي تبقى يعتبر عندها الملائة الدولارية اللي تقدر تتدخل بيها وقت الحاجة وزي ما حضرتك أشرت مستلزمات الإنتاج دي يعني جزء رئيسي في عملية ضغط السلع والمنتجات فلازم يكون إتاحة دولارية تساهم في سد الفجوة أو الطلب على المستلزمات الإنتاج لدخولها في السوق لتشغيل المصانع بكامل تقطة لأنه زي ما قلت أشرت أن المصانع خلال الفترة اللي فاتت كانت بتشتغل بعشرين تلاتين في المائة فكان بيحمل أقل من ربع تقطة آه فكان بيحمل كل التكاليف السبتة على العشرين وحدة مثلا اللي بينتجهم بدل ما كان بينتج مية في المعتاد بينتج عشرين وبيحمل كل التكاليف السبتة والتشغيل على العشرين قطة بالإضافة لأنه كان بيشتري من السوق السوداء عشان يوفر احتياجاته فكان بيزود الأسعار مرتين أن التكاليف السبتة دي زي الكهرباء والغاز وتوفير الدولار من بره فكان ده بيعمل سعر عالي غير مبرر في أسعار السلع والمنتجات اللي بيتم طرحها لكن طبعا بعد الإتاحة والوفرة اللي بقت موجودة عندي سعر صرف واحد فكده هيدي بقى للمستثمر المحل إنه هو يقدر يحسب تكلفة الوحدة بالضبط بالسعر الحقيقي بالإضافة للمستثمر اللي عاوز يخش جديد ليه الاقتصاد المصري هيقدر أنه هو يحدد دراسة الجدوى الاقتصادية معدل العقد على الاستثمار بشكل صحيح وبالتالي سعر صرف واحد انسيابية الإفراجات الجمركية من الأولويات القصوى للسلع الأساسية ده هيساهم بشكل كبير في عودة الأمور لطبعتها للمصاري الصحيح بتاعها طيب هل نقدر نقول الانفراج الاقتصادية اللي ابتدت تحصل بالفعل دلوقتي نقدر نقول إنها بتعزز فرص الاستثمار عندنا في مصر وبتعزز فرص التبادل التجاري عندنا في مصر وبتعزز التواجد أصلا في أفريقيا أكتر وأكتر كمان بالتأكيد كل ما يكون الاقتصاد المصري عنده مرونة أكتر وعنده صلابة أكتر في إتاحة الدولار وإحنا بنقول دايماً إحنا الاقتصاد المصري باقتصاد متنوع متنوع لأنه بيعتمد على أكتر من قطاع وده المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية للإصلاحات الهيكلية اللي أشار لها دولة رئيس الوزراء إحنا عندنا قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياح فده الاقتصاد المتنوع إحنا عندنا أكتر من قطاع يضر عائد ويضر إرادات وبالتالي هيشجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الدخول خاصة أن الدولة خلال التمن تسع سنوات الماضية بتشتغل على زيادة الحوافز وزيادة الاستثمارات وتزليل كافة العقبات والمعوقات اللي تحول دون زيادة الحوافز الاستثمارية أو الاستثمار الأجنبي المباشر إحنا شاهدنا آخر حاجة كان المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرار من شأنهم تسهيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في عز الأزمات المتتالية اللي شهادتها مصر خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اللي إن التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر ظلت أعلى نسبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده يدل على إن جاذبية المناخ الاستثماري في مصر بغض النظر عن الأزمات اللي ممكن تحصل إلا أنه بيظل الوجهة الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر إشارة ليه اللي حضرتك أشارت ليه في موضوع أفريقيا إحنا طبعا عندنا شراكات كتيرة وأهمهم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فطبعا مع انتظام عملية الإنتاج والتشبيك مع مستهدف زيادة الصادرات عندنا سوق كبير جدا في أفريقيا نقدر إن احنا نفتح منافس كتيرة في زيادة الصادرات المصرية ودائما مصر كانت بوابة يعني دائما للقرى الأفريقية على ذكر الاستثمار الأجنبي المباشر مبارح كان فيه خبر إيجابي ومهم جدا خبر اقتصادي وكالة مودز للتصنيف الاقتماني بتعدل نظرتها للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة وده طبعا بيدي شهادة ثقة للمستثبت الأجنبي للمؤسسات العالمية الأجنبية اللي بتشتغل في مجال الاستثمار أن يحصل تدفقات واستثمارات داخل مصر شايف أهمية الخبر ده إزاي؟ وانعكاسه على الحالة الاقتصادية خلال فترة اللي جاءة طبعا يعني خبر في غاية الأهمية لأنه بيأكد على المصار أو الإجراءات الصحيحة اللي الدولة المصرية ماشية فيها لاستدامة عملية النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي احنا كنا لفترة المرحلة الأولى كنا بنشتغل على السياسات المالية والنقضية المرحلة الجديدة احنا بنشتغل ازاي نزود مساهمات هذه القطاعات مع زيادة الحوافز وكمان في إطار زيادة مساحة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال وصيقة سياسة ملكية الدولة والدولة عندها إرادة قوية وعازمة على إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطبعا اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا تقريبا ده بيعظم من هذه الفرص خاصة ان احنا عندنا فرص استثمارية كبيرة جدا وواعدة يقدر المستثمر ان هو يدخل ويدخ استثماراته وده هيعود على المواطن في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فيه تراجع معدل بطالة شكرا شكرا جزيلا على كل المعلومات والتحليل الاقتصادي المبسط فهمنا اهمية الرسالة اللي احنا شفناها مبارح وجود رئيس الوزراء في ميناس كندرية هو بيتابع بنفسه باشراف مباشر على الافراجات الجمركية دكتور مصطفى ابو زيل مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية نورتنا شكرا جزيلا الله احفاظك يا دكتور اشتركوا في القناة